السلام عليكم ورحمة بكم في قناة حلوية ام ادم كنتمنكم يا ربيكم ان تكونوا بخير ولا خير في احسن الاحوال ان شاء الله فيديو اليوم الخميس اخواتي عيكون عبارة عن حلوى ضد طمر حلوى مع شوقة الجماهير كيعشقها الكبير والصغير ولكن في حلة جديدة عملتها لكم بهذا المعمول اخواتي اخواتي جيتني في واحد طلبية وقل ضروري نتقاس مها معاكم في فيديو مستقل فكنتمنى ان شاء الله تنال استحسان ديكم مش نخلكم مع المقادر وطريقة التحضير وفرجة ممتعة فهدو هما المقادر دينا اخواتي مش نحتاجو هنا عندي مية وخمسة وعشرين جرام زبدة اي زبدة كتفضل اخواتين استعملت هنا اللدة ولكن تقدروا تستعملوا زبدة صالحة لأكل يعني لا مشكلة اي نوعية كتفضلوا ماشي مشكلة وهناي عندي نصف كأس عمباء من سكر سقل او سكر ناعم نصف كأس عمباء من زيت المائدة كذلك نصف كأس عمباء من ماء الزهر رشة ملح لتصحيح الضوق وهناي كذلك هاد المكويل العجيب اللي كيعطل الحلوة دينا واحد لها شاشة وهو واحد طعم رائع هو مستحضر الفران او لا مستحضر الكريم كراميل من فئة خمسة جرام الناس اللي كتحتوي على العلبة اكبر فعملوا اخواتي ملعقة كبيرة مستحضر الفران فهذا المكوين هذا يعني كينوب على المفعول دي الخاميره ولا شيء حاجه اخرى فهذا مكوين عجيب جدا وكيعطيل واحد القوام واحد الدل دينا وهناي بالنسبة للدقيق عن ستعملوا تقريبا تلتمية حتى تلتمية وخمسين جرام بالدقيق فهناي في واحد الكسعة اخواتي خضيت ذيك الزبدة مع السكر غلاسي مع مستحضر الفلان وماش نخدمهم مزيان اخواتي حتى نحصل على بوماد كذلك رشد حملح من نسوها شي اخواتي هدي كتعدلنا المادقة دينا هني اخواتي هنها الطلبية ده هاد الحلوه هدي يعني جاتني مزروبة يعني فنهارها خدمتها وفنهارها عطيتها الملاتة لهذا الزبدة كانت عندي ديجة فتلاجة انتو ما حاولوا ان الزبدة ديكم تكونو خرجتوها متلاجة تستعملوا هاشي مباشرة من الافضل معانتو ما كينما كتشاهدوا معايا ماش نخدمها مزيان اخواتي نضيفوا لها زيت المائدة وعان عاود نخدمها من جديد بالنسبة لهذا الحلوه اخواتي انا الحلوه التمر ما كنستعملش فيها باتاتا الخميرة الحلوية او الخميرة الكيموية فكينين بعض الاخوات كيستعملوها انا ما كنستعملهاش فانا هاد الفلان هدي تقريبا كينوب على ذيك الخميرة فهو كيهشش لنا العجينة وكذلك يعطيها واحد طعم يعني جميع جدا كانت منها ان شاء الله تجربوا الوصفة عتعجبكم بعد مخلط مزيان المكونات اخواتي كما كتشاهدوا معايا حصلت على خليط بحال بومات كنزيد له ديك الماء الزهر وهناي اخواتي مش تلاحظوا ان الخليط ديكم كينعازل على ديك الماء الزهر فهي يعني عادي مش مشكل عندي في الدقيق دا بو خبقي ما نساجمش ديك الماء الزهر مع العجينة لا مشكل اخواتي فااااا استمروا في الخلط ستعملوا في الدقيق دينا ونجمعوا الكل بحيث اخواتي ستعبد willstقائد واسل Situs نصف كيلو و لكن كما تشاهدوا لا استعملتوا شيء كامل فقط 350 صفيدة هنا و نمشيوا باش نعدلوا العقدة التمر العقدة أخواتي معروفة جدا تستعملوا 300 غ معجون الطم نصف كاس حمرت ملعقة صغيرة من القرفة ملعقة صغيرة من الزبدة و جمعت بالماء الزهر ماء الزهر يبقى على حسب الرطوبة معجون الطم إذا كان الطمير جاف و قاسح فهي مهم انتو مخسكم تحصلوا على القوام بالعقدة لا يكون شيء قاسح كما تشاهدوا معي يعني العقدة معروفة أخواتي استعملوا اللي بغيتو تستعملوا فيها تضيفوا فيها حتى القرنفل لكم الاختيار منجمعتها نحصلوا على العجينة هني أخواتي مش نقسم العجينة على القوائرات هنا نستعمل ميزان سوف نعمل فيها 10 غرام كما تشاهدوا معي ما عندوش الميزان يعمل عينو ميزانو لا اشكال سوف نقسم العجينة كاملة على هذا الشكل هذا الحبات كمني نكون عندي فيهم 10 غرام كما تشاهدوا سوف نقسم العجينة كاملة باش ننتقل باش نكورهم نعملهم في واحدة سوينية ونغطيهم بابل فيلم باش ما تشفش معنا هيك العقدة التمر وكذلك أخواتي مش نمشي ونعملوا للعجينة نفس الشكل حتى هي مش نحضروا منها كوائرات وعن وزنهم فهني العجينة ديالين بعد ما ارتحت ضروري تلويها في واحدة بلاستيق غذائي ودخلوها ترتاح جانبا على ما توجدوا العقدة ديكم ودخلوها كما تشاهدوا نقسم كوائرات فيهم 17 غرام اخواتي حلوة متوسطة ومشي رقيقة هذا الحجم يعجبني جمزيا 17 غرام العجينة والمعجون عملت 10 غرام كما شاهدت معي من قبل سوف نقسم العجينة ديالين كاملة مش نحضر منها كوائرات فعلا هاتشكلها انتم ما تشوفتم كوائرات العجينة ديالين مع العقدة ديالين هنا هاد المرشم سوف نستعملوا عبارة على هاتشكلها المرشم المعمول معروف عليه الاسم هذا سوف نستعمل هاد الموتيف هذا يعني تستعملوا اي موتيف عندكم في المرشم هذا المرشم عادة يجوا بثلاثة بستعفون المرشمات كما تشاهدوا معي ثلاثة بستعفون اختاروا اللي عجبتكم انا اخترت هادك عجبتني هادك فعنعمل هاد المره معكم بديك شكيل هادك حتى هوك يجي مزيون هي فيها شكلة يعني مزيون هاد المرشم فعنستعملوا اللي شوفتم معي وهادهم اخواتي متوفرين يعني متوفرين في السوق ثمن ديالهم 30 درهم كنت شاركت معاكم يعني مشتري ديالي من المغرب فهادهم كنت جيبتهم هات الصيفية هدي ثلاثين درهم ثمن ديالهم اخواتي فهنا يبدو نشكلو الحلوة ديالنا ان شاء الله هداب هنيا كناخد واحد الكويرة وكندق عليها وبالاخص اخواتي الاطراف الاطراف ضروري تدقو عليهم تدبسطوهم باش ما كيبقولكم شي غلاضين كما شاهدتم معايا صافي دابا كناخد واحد الكويرة ذا التمر وكلف عليها من جديد ديال ديال العجينة بحيث كتشوفوا اخواتي ديال الاطراف ديال دائرة ديال العجينة كيكونوا يعني رقيقها كنرقوها باش كاتجمع راسا وكنحصلوا على واحد الكويرة يعني معاوطة ثم كاتشاهدوا معايا هذا هو الحجم ديالها هنيا مش نوريكم كيفاش عن طبعوها ان شاء الله كننزلو ديال الكويرة كناخدو المرشم ديالنا اخواتي ودروري تغطسوه تمرروه في الدقيق كنمرروه مزيين كننفطوه ماخدوه كننفطوه 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 وكندقوه عليهم جيدا كنخافوه يعني ماخدوه كنضغطوه عليهم الفق سوف تضغط المرشم في عملية حتى تخرج المرشم وستبدأ سيستمر في عملية كما تشاهدون معي مش نحضر كوائرات واحد العدد من الكوائرات ومن بعد مش نحضر كوائرات ونبدأ نرشم وعن نصير على ذلك حتى نكمل الكيمية كاملة اللي عندي وبطبيعة الحال كانت تفرشة بورق الفرن عن خليهم ضروري نشفو اخوتي ضروري هاد الحلوة دياله هاد الحلوة دياله تنشف باش ما كانت تضيفور مارشي في الشكل دياله فان هنا الكلياني ديالي كانت مزروبة كنت كانت عادلة في الصباح ومعطيتها لحد العشية يعني خليتها وجيتها في الصباح وخليتها تقريبا واحد الساعة قبل ما تجي مرها الكلياني ديالي عاد باش طيبتها فضروري اخوتي دخلوها تنشف مزيان عاد نطيبوها اذا يستحسن انها تبات يعني الى قدرتوا تبيتوا الحلوة ديالكم فيكون احسن اذا ما كان شي فتعملوها في الصباح وطيبوها في اللي المثالين فهنا ينبعد ما عاد جف اخوتي ما عاد شتافلي قبل ما ندخلوها الفرن مش نشكها واحد نشكها فانا نسيت ما امصورت لكم شي هاد اللقطة هدي انني احتخلتها نشفت تماما الساعة اللي كنت مش ندخلها للفرن فتشكيتها مزيان في الوجه ديالا واحد واحد الشوكة اللي عقمتها من فوق العافية وتشكيتها بها مزيان بالنسبة للفرن كنشعلو اللعيم الاسفل حتى كان على نار متوسط حتى القليلة تحمرنا ملقع اخوتي ونشعلو لها من فوق تحمر واحد شوية فقط انزولوها فهنتم ما كتشاهدو هذا هو الشكل نهائي ديالها هنتم ما كتشوفو ذيك التقب فذيك التقب هما نزجين على الشوكة اللي شكينها بها فكنتقبوها مزيان هذا ما كيعيب شي يعني في المنظر ديالها ولا شي حاجا حتى احنا مش نفندوها في سكر غلاسي يعني ذيك العيب ديال الشوكة مش يتغطى فهنتم ما كتشوفو يعني كنحمروها من تحت ومن فوق فقط كنحمروها واحد شوية يعني ما نحمروها شي بززف باش من يبسوش الحلوة ديالنا فصافي هذو هما الحبات وكتشوفو الشكل ما كيتغير شي باتاتا اخوتي وذيك الرشما كتبقى محافظة على الشكل ديالها كيف الاول سافي هني عندي واحد الكيميام السكر غلاسي او سكر سقل او سكر ناعد اللي عنفندو فيها الحلوة ديالنا سافي هني الطريقة جيد سهلة اخوتي كان نعملو عليها السكر غلاسي وكان مرروا الاصبوع ديالنا مزيان على ديك الرشما هذيك باش ديك السكر كيدخل في ديك الرشما هذو كي يعطينا ديك الشكل ديال الحلوة ديالنا انتم ما كتشوفوك ضروري تمر الرمزية الاصبوع ديالنا في ديك الرشما باش كان خرجو ديك الرشما انها تبان فهانتم ما كيف كاتجي وديك العوية وبدأتو قابضة تشوكا ما كيبانوش بابتاتا كما كتلاحظو معاي فعنستمر على هاتي الشكل اخوتي حلوة سهلة مهلا وكاتجي راقية ما شاء الله تقدر تعتمدها الكلين ديكم بالنسبة للناس اللي كتخدم لي كوموند ولا طلبية للناس فهذي يعني حلوة سهلة بهذا الطريقة دي المرشم دي المعمل فهي كتوجد يعني في النهار تقدروا تعملوها الكلين ديكم هذا ما نقول لكم نطلقوا ان شاء الله في الطبق النهائي باش نشوفو القوام دي هذه الحلوة ديالنا وكذلك الجمال ديالها ان شاء الله بحول الله وهذا كيكون هو الشكل النهائي للحلوة ديالنا اخواتي انا بنسبة للتقديم انا زيت عملتها في ديك الكؤوس ورقية كبرتهم بهدي واحد شوية وقدمت فيهم الحلوة ديالي زادوها جمال كما كتشاهدوا وهي الرسولة ديك اللول الابيض اللي فيها ستعملوا اي كؤوس ورقية واي الوان يعني اللي بغيتو فكما كتشاهدوا معي اخواتي الحلوة سهلة مهلا بمقادر بسيطة ان شاء الله كانت منتنا الاستحسان ديكم بالنسبة للقياس اللي اعدتكم اخواتي فهو القياس صغير حيث انا بغيت فقط كيلو جرام هاد الحلوة على حسب طلبية الكليانة اللي كانت عندي فهي كتخرج كيلو جرام يعني عبار وبالنسبة للحبات كتخرج لنا 36 حبة اخواتي وبالنسبة للتمن ديالها فانا كان خدمها بعشرة الايرو وخمسين ما يعادي الواحد مية وخمسة درهم بالنسبة المتتبعات ديالي في المغرب باش يعرفوا التمن بالدرهم فهنا مش نوري لكم القوام ديالها اخواتي كتجيه شيشة من شاء الله وكتجيه ديه ده كانت منها ان شاء الله تجربوها مشتنا الاستحسان ديكم فانتو ما كتشاهدو وديك العمارة يعني ديك الحشوة كتجي معا وطل داخل دي الحبة ديالنا فكانت منها ان شاء الله ما تبخلوش عليها بلايكات ديكم بتعليق ديكم الجميلة اللي كتحفزني كتر وكتر وبطبيعة الحال تقسموا هاد الفيديو هادا مع الاهل والاحباب والاصحاب وهم العائلة ديكم كام لو لنما عارف ديكم كام للي كتعرفوهم باش هكا تعم الفائدة ان شاء الله بحول الله نقول لكم اخواتي تهلوا لفرسكم تلقوا ان شاء الله في فيديو القادم مع وصفة القادمة ومع السلامة